موسيقى وفلت رفش ليه تاريخ ثاني بحكاية الاندليز يعني عام 1956 حرب الاندليز ومشوا في البلد في الوقت نفسه قانون ما كنا فلاو كنوا بصراحة صراعي فبعد كذا حرب التعبور سعيد اللي وخض على الاندليز وفي الوقت نفسه بانا استرد الأمم الخنال والبانا استرد العالي هذا فعادوا كله أيام جمال عبد الناصر كانت أيام حلوة كان في فتح قناة السويس وكان فيه رخاء يعني كم فيه عيشة قويسة من الناس وكانت الأسعار رخيسة والخيودة وكفايا نطلع الاندليز من مصر وتأمين الأراضي الزراعية يعني أعطاها للفلاحين قضاء القضاء والقضاء على القضاء والناس عاشت خدوا الأراضي الزراعية وزرعوها بيهم هم والناس كانت عيشة في حيشة قويسة يعني ترجمة نانسي قنقر